ما كان متداولا على وسائل الإعلام بات واقعا وبات معه نحو مليون سوري على قوائم العائدين بمسمى الطوعي إلى بلادهم ضمن مشروع تدعمه وتقوده تركيا بالتعاون مع منظمات غير حكومية لتحضير الأرضية أمام العائدين عبر تقنية الفيديو يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثاني أيام العيد في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب للنازحين في المنطقة معلنا عن مشروع هو الأكبر يهدف لإعادة مليون سوري موجودين على الأراضي التركية إلى سوريا تحت بند الطوعي بذلنا كل جهد ممكن لمساعدة السوريين على العودة إلى ديارهم منذ عام 2016 عندما بدأت تركيا عملياتها عبر الحدود في مواجهة المأساة في سوريا عاد قرابة 500 ألف سوري إلى المناطق الآمنة وسنعمل على تنفيذ مشروع يضمن عودة مليون أخ وأخت سوري بطريقة طوعية هذا المشروع بدعم من دولتنا ومنظمات دولية غير حكومية المشروع سيكون في 13 منطقة مثل أعزاز وجرابلوس والباب وتل أبيض ورأس العين سيتم توفير جميع البنية التحتية الاقتصادية من الإسكان إلى المستشفى من الزراعة إلى الصناعة عندما تصبح أجزاء أخرى من سوريا آمنة سنسعى إلى تمهيد الطريق للعودة الطوعية المشروع الذي شرح تفاصيله الرئيس التركي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية على مدار الشهور الماضية وأخذت منحا أكثر حدة مؤخرا عبر تشديد القوانين وفرض قيود على أماكن إقامة اللاجئين السوريين والإعلانات المتتالية عن أرقام العائدين تحت بند الطوعي إلى سوريا وأخيرا إلغاء إجازة العيد للاجئين والتي أتت في مجملها كإرهاصات سياسية تسبق الانتخابات المرتقبة العام المقبل ويطرح الإعلان التركي الرسمي عددا من التساؤلات حول من هم على قوائم العودة وكيف سيكون ذلك مع إجماع سوري على أن العودة إلى سوريا حرة مستقلة هي مطلب الجميع